طيب احنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند التاتشنج الولز اللي احنا عملناها للي احنا برضو كمان عملناه عشان نضمن يعني علاقة منطقية وسليمة بين العنصرين دول طيب في بس تفصيل احبيت ان انا يعني اكلمكم فيها وهي اهمية ترتيب الطبقات بشكل مزبوط وتسمية الطبقات بشكل مزبوط واختيار المتيريز بشكل مزبوط لان ده هيفرق في شكل اللوحة اللي هتطلع يعني مثلا انا عندي هنا وول ليه تلت طبقات معينة فيه طبعا احنا قلنا فيه قدر ما من المبلغة في الاسماك بتاعتها لكن قلنا ان الستركتشر 25 سنتي فيه فنيشنج داخلي بسمك 2 سنتي فيه فنيشنج خارجي بسمك 5 سنتي بمتيريز معينة نقدر نعمل الشيء نفسه بالنسبة للروف لان الروف هو الروف بتعامل معها وكأنه بلاطة عادية كمان لها استركتشر يعني لو دخلت في الـ edit type هقوله edit وقدر كمان اعدل زي من عايز اقدر اضيف layers وفنيشنج برضو اديها السمك المعين مثلا 2 سنتي وقدر طبعا هنا العلوي علوي والسفلي سفلي يعني ايه يعني طبقات اللي فوق هي فوق فعلا عشان الروف اصلا element افقي او يعني عنصر افقي فاللي فوق هو finishing materials العلويه واللي تحت finishing materials السفليه هقوله insert كمان وابدأ انزل down واختار مثلا say 5 سنتي وممكن نباير لغ شوية عشان تباني التفاصيل احنا نتكلم عليها كمان 5 سنتي ونقدر نشوف الكلام ده كله in preview واختار اي materials اي حاجة مثلا وحقول مثلا ان انا هاخد نفس المتيريال دي واخليها فوق انا عملت copy paste نحقول له اوكي لكن قبل ما اقول له اوكي انا فهمته في نغلطت غلطة هنا يفترض انه يكون finishing material فهمتوا ان فيه structure سمكه 30 سنتي وفيه اتنين finishing materials فوق وتحت كل واحد منهم سمك بسمك 5 سنتي طيب هيتعدل ازاي بقى القطاع هيتعدل بالشكل اللي احنا شايفينه اول حاجة بيعملها انه بيوصل structure لل structure هو فاهم ان المبنى او عناصر المبنى فيه عناصر انشائية مواد اساسية بتبدأ تبيني الاول وتتوصل مع بعضها البعض وبعد كده بتيجي التشطيب او بيجي finishing يعني يجي بعد طبقات structure هو بيوصل structure لل structure عشان كده مهم جدا عشان احصل على قطاعات نظيفة ان انا اعرف materials صح يعني اعرف material اعرف احت 3 حاجات في material اعرف الوظيفة بتاعتها صحيحة يعني عارف انها structure cr two structure ومن bring layer ولا thermal layer ولا substrate اعرف المتيريا الكنوع وكشكله كهيئة واعرف السمك مظبوط علشان يديني قطاعات سليمة طيب طبعا يعني نفس الكلام حاصل مع كل مع كل التقاطعات هتلاقي التقاطعات كلها سليمة حيث التعريفات بتاعت المواد تعريفات سليمة نيجي النقطة تانية والطوبيك تاني وهو الوال سويب الوال سويب والوال ريفيل الوال سويب والوال ريفيل دول موجين أصلا تحت الوال فيه اركتكتر الوال ده اللي احنا اشتغلنا بيها فيه استركتر الوال حقق انشائي فيه وول باي فيس لو انا عندي زي ما قلنا ماس معمولة بجينيريك معمولة اذا جينيريك موديل او ماس بفري فورم كتلة يعني ما هيش كتلة تقليدية بحولها الى بحول اسطحها الخارجية الى حواقق باستخدام هذا الامر وول باي فيس فيه كمان وول سويب وول ريفيل وباين من الاتنين ماذا يعني الوال سويب وماذا يعني الوال ريفيل الوال سويب دي اضافات بيتتم عملها على الحقق وان باي وان يعني ايه وان باي وان؟ يعني انا اللي بحدد مكانها انا اللي بحدد شكلها وانا من بمشي على الحواقق اها بقى اسيب حواقق واخلي حواقق يعني انا اللي بتحكم فيها قدر لغاية اخر مستوى الوال ريفيل هو حفر او حزف من قطاعات الحقق طبعا الوال سويب ليه تطبيقات معملية كتيرة زي الكرانيش العلوية زي مثلا الوزرات زي الريلنج اللي بيكون موجود في المستشفيات او في بعض الحواقق او في اماكن معينة من السلالم او غيره اي شيء بارز عن الحيطة بيضاف للحيطة ممكن عمله بامر الوال سويب الحفر طبعا بيتعمل غالبا لاغراض الديكور لكن هو اي حزف بيتم من الحقق بيتم باستخدام هذا الامر طبعا في او فيه طرق طرق تانية بس ده اسهلها يعني طيب لما نيجي يطبق الوال سويب الاول بيقول لي حدد لي البروفايل يعني ايه البروفايل يعني انت عايز تعمل ايه بالزبط ممكن طبعا اروح لأدت بروفايل واقول له دبليكيت انا مش اعمل كده يعني اقول له دبليكيت علشان لما اعدى الاختار القطاع اللي انا سوري البروفايل اختار القطاع اللي انا عايزه ابدأ اختاره ما يغيرش فيه المكتب على اي حال انا لما بروح لول سويب زي ما روحت من شوية بول سويب بلاقي فيه وول سويب انا يعني الماوس ماسكو وباين اهو في البروفيو ابدأ اختار حيطة معينة روح مركب عليها الوول سويب وطبعا فاهم انه ممكن يركب في هذا المكان الناحية التانية والوول سويب يلف وعلى بعد معين ابدأ اضيف وول سويب تاني وهكذا يعني حتى فاهم برضو انه ممكن انا اكمل او اتوقف يعني 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 بالحطين دول زي ما انا عايز الوول ريفيل طبعا زي ما قلنا ممكن اللي انا عملته ده ممكن روح اقول له ادت تايب وطبعا دبليكيت واختار انا اعمل اندو يعني واختار البروفايل يعني شك الشكل اختار حاجة تانية مثلا البروفيو دي الحاجة بتحط فوق الدروة في المباني المنتهية اا اجرب انا يعني مش عارف ايه الشكل اللي هيطلع طلع شكل تاني اا بس انا طبعا عدلت فيه الوول سويب اللي اسمه كورنيش انا يعني اا غيرته الحقيقة ومفترض ان انا ما عملش كده اعمل دبليكيت عشان ما اغيرش المكتبة اللي موجودة بس انا طبعا هعمل اندو تمام ده بارتفاع تلات طباط تقريبا حسب ما هو بيقول او ان انا اختار البروفايل تاني البروفيو دي بتطبعا البروفيو دي تلاقيها دخلة جوه يعني شايفين دخلة جوه المبنى لانها غالبا بتعمل فيه النهاية العروية للمبنى اقدر كمان اعمل بس ده يعني شوية ادفانسد اقدر انا اعمل مجموعة انا اعمل البروفايل اللي انا عايزه الشكل اللي انا عايزه واسيفه واحمله جوه الملف وابدأ اشتغل به بس ده برضو شوية شوية اه متقدم طيب واحد يقول طب انا هل معقول الف عندي مسلا مبنى ضخم جدا الف على حيطة حيطة واعمل الول سويب لا مش محتاج تعمل كده ممكن تعمل الكلام ده يعني كجزء لا يتجزأ عن الحاقط نفسه ازاي ان انا في ما اجي اعمل اديتينج لاي حاقط الول تايب طبعا مش حاقط بعيني يعني كل المجموعة زي ما دخلت عملت تغيير في الماتيريالز وصمكها ووظيفها في تحت خالص عندي امكانية ان انا اعدل اضيف سويبس بس لازم عشان الاختيار ده يكون شغال لازم اروح للبريديو ولازم الحيطة تكون ان سكشن مش ان بلان ان بلان هتلاقيها ان اكتف فلازم اشوفها ان سكشن هقول له سويبس سويبس هيديني فرصة ان انا اضيف اكتر من بروفايل هقول له ااد بختار البروفايل من البروفايلز اللي ظهرتلي من شوية جوه ساي مسلا اي حاجة ده مسلا بحدد الماتيريال بتاع السويب اللي انا عايز اضيفه اختار له اي ماتيريال انا شايفها مناسبة بحدد المسافة ساي مسلا اتنين متر طيب اتنين متر دي اقسها من اه الطوب ولا البيز هقول لا اقسها من البيز طيب هي على الوجه الداخلي ولا الخارجي اه الخارجي اه هل في افست ولا لا هل في فليب ولا لا مهم يعني ببدأ اه وقت له ابلاي عشان ابدأ اشوف اللي انا بعمله ده بعمله يعني هيظهر فين تقريبا بظهر على الوجه الخارجي على مسافة قدرها اتنين متر اقدر اعدل اخليها مثلا ثلاثة تعيب اه اكستيري خليها انتيريور اقول له ابلاي عشان اشوفها لا اعاز اخليها بره مش جوه زي ما انا عايز طبعا انا حسب الشكل ده انت عايزه جوه ولا بره يعني ممكن كرانيش داخلية وممكن سفلة او وزراء خارجي يعني تقدر تضيف طبعا اكتر وطبعا اقدر اضيف اد كمان اختار سويب تاني اه واختار بروفايل تاني زي ما انا عايز ساي مسلا كده اقول له ابلاي بدأ يظهر تحت اه بلاش البارابيت دي خليها لا هي مش بارابيت اساسا اه سوري انا اعدلت اعتقد الخلي دي بهذا الشكل وهاخليها من الداخل بدل ما هي اكستيري خليها انتيري وهقول له اه ابلاي وهاقول له اوكي 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 حلاقي اضافة السويب في الداخل وفي الخارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة